سفير العصابة اللي سحبوه قبل حوالي شهر بعد واقعة بوراوي راهوا راجع المرجح أن يوم الخميس يكون في باريس يعني شهر ينسى فيها شوية الشعب وهما يبانوا بأنهم داروا موقف ضد فرنسا إلى آخر وترجع الأمور كما هي ما يقدروش لن يستطيعوا أن تكون هناك قطيعة مع فرنسا العصابة التي تتحكم في الجزائر تعرف أن الدور الفرنسي أساسي بالنسبة إليها بالنسبة للدعم الخارجي وتعرف أن الغرب ينظر إلى الجزائر بعيون فرنسية أحيانا العالم لكن خاصة الغرب ولذلك لا يستطيعون إغضاء فرنسا مرات يديروا بعض الأفلام وما تطولش يعني لما قاموا قبل لما سبهم ماكرون كما تذكرون في 30 سبتمبر 2021 وسحبوا السافير وقالت نغلق الأجواء أمام طائرات العسكرية الفرنسية المقنبلة قلت لهم أن هذا لن يدوم وبالفعل لم يدوم وفي جنفي رجعوا ورجعوا الطائرات العسكرية المقنبلة مش طائرات مدنية أو طائرات العسكرية العادية لا لا لتقصف في إفريقيا أي أن هناك اعتراف رسمي من طرف هذه العصابة بأنها تساهم وتشارك في احتلال الفرنسي وفي استمرار الاحتلال الفرنسي في إفريقيا بفتح الأجواء الجزائرية وتسهيل المهمة للفرنسيين وليت هرجات في الأجواء فقط حتى عناصر المخابرات الإرهابية انتعنى جزء منهم يخدم لمصالح الفرنسية رسميا بأوامر الجنرالات ويقدمو لهم معلومات ويقدمو لهم أشياء كثيرة جدا لن يستطيعوا أن يقفوا موقف رجولي واحد والدليل أنه بعد أكثر من ستين سنة من الاستقلال المنقوص الاستقلال المصادر ما فيش قانون في الجزائر يجرم الاستعمار تخيلوا كي ينزوش قوانين يظلوا يتكلموا على الاستعمار وعلى التطبيع وإسرائيل ما فيش قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل وملكان الإسرائيلي وما فيش قانون يجرم الاستعمار الفرنسي ما فيش ولما كانت هناك محاولات من بعض الناس من قبل خرجوا مسؤولين بما فيهم ويحيوا ويقول هذا حبيتوا تديروا فونت كوميرس يا سيدي ديروهن أنتم فونت كوميرس تديروهن هل يعقل أنه بعد ستين سنة ما فيش قانون يجرم الاستعمار الفرنسي مجرد تجريم يعني من ناحية أخلاقية فقط من ناحية معنوية مش رحية أنتم لن تغيروا شيء ولن تستطيعوا فرض على فرنسا شيء لأن رؤوسكم وأسراركم ونسائكم والأموال المنهوبة وكلها تعرفها فرنسا جيدا وتعرف كيف تضغط عليكم بكل أسف وألم